إيه رأيك في الأهلي؟ الأهلي ما عمرت الكرة لإنتباعاتك الأولى دايما نقول الإنتباعات ما بقولش رأيك في المدارب بس بقول الإنتباعات الأولى أنا زي ما أنا قلت لك أنا مع كلامك جداً اللي أنت قلته في الإنترو بتاعك إنه هو فيه حاجة كويسة يعني فيه حاجة كويسة رجع شخصية الأهلي شوية إن أنت ما بتدفعش بقى بتالي الدفندرات والجو اللي إحنا كنا بنشوفه مع الفترة اللي فاتت لكن أنا عايز أقولك على حاجة بس عشان أنا أنا عن نفسي ما بحبش يتصدر لي كلامه ويصدقه يعني الأهلي ما راحش قبل كده عاصل خالص يعني قبل ما يقوله ما كنتشدالي روع خالص 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 إحنا الحياة كده الدنيا ربنا عاملها كده يعني ما فيش حد بيفضل في الطب على طول وفيش حد بيفضل تحت على طول الأهلي ما بلعبش نفسه أنتوا ليه مستخصرين في الفرق التانية إنها تاخد بطولة بجد ليه مستخصرين في الزمالك مثلا بطولة ليه مستخصرين في برامدس فأيا كان بس هو بطبيعة هو مش حكر على الأهلي لا بس هو بطبيعة الحل مشجع الأهلي عايز الأهلي ياخد كله بطولة لا لا أنا ما بتكلمش على مشجعين الأهلي أنا بتكلم على التصدير اللي صدروه للجمهير الأهلي وللناس اللي هي البسيطة اللي دايما بتسمع قوي بس بجمهور الأهلي هل مكتش مبسوطة لا عشان من كتر الكلام مش عشان الأداء كان مش بريس لا لا من كتر الكلام أصلا أنت لما تطلع تتكلم تقول هو إيه اللي حصل في الأهلي أنا عايز أعرف إيه اللي حصل في الأهلي الأهلي واخد تلطين أفريكية وارباعد واخد تلت كس عالم أندية إيه المشكلة لأن احنا خسرنا دوري مرتين إيه المشكلة أنت واخد وكاس يعني بالمقييس أنت في حتة تانية خالص 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 فطبيعي جدا أنت حصل لك شوية كده تريح شوية تفوق شوية تجدد شوية تبدأ تشوف عيوبك شوية ما أنت لو ما حصلش أرص ليك عمرك ما تشوف أنت فين لازم تشوف أنت فين من خلال اللوقعات اللي بتقعها